اعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة عن اعتزازه بحصول المهرة داهية على المركز الثاني في سباق بريدرز كاب جوبلن للخيل الذي اقيم على مضمار سانتانيتا بلوس انجلس الامريكية واكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان حصول المهرة داهية على المركز الثاني يؤكد المكانة المتميزة لدى المملكة في السباقات العالمية والتي حققت العديد من الانجازات في الفترة السابقة وسيكون دافعا للجهاز الفني لمواصلة تحقيق الانجازات في السباقات القادمة واشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى ان سباق بريدرز كاب جوبلن يعتبر من اقوى السباقات على مستوى العالم ودائما ما يشهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين ويحظى باهتمام كبير من الملاك والاستبلات وان حصول المهرة داهية على المركز الثاني يعتبر انجازا مميزا في ظل المشاركة القوية من مختلف دول العالم كما ان المهرة داهية كانت قريبة من الفوز بالمركز الاول بعد المنافسة القوية في الامتار الاخيرة واشاد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود الفارس وليام بيوك والمدرب روجر فانز وحرصهم على تقديم افضل المستويات لتحقيق المراكز المتقدمة وجاء حصول المهرة داهية على المركز الثاني في الفئة الاولى لمسافة 1600 متر وسط منافسة قوية مع المشاركين حيث شهد السباق المخصص للمهرات بعمر سنتين مشاركة 14 فارسا على الاراضي العشبية وتعد هذه المشاركة هي السادسة للمهرة داهية حيث حققت ثلاثة انتصارات سابقة